وفي طار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق الركن معالي الشيخ راشب بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصريقة لانتقام معالي مع عدد المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتجرعية فقد عقد معالي جلسة مباحثات مع السيد جون كيلي وزير الأمن الداخلي والسيد أندرو ماكابي القام بعمل مدير وكالة التحقيقات الفيدرالية إضافة إلى لقاءات مع مجموع من مسؤولين الأمنيين بالإدارة الأمريكية وخلال هذه اللقاء تشارع معالي وزير الداخلية بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتنامية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مقدما الشكر على التعاون البناء مع مختلف الأجهزة الأمنية واستعرض معالية الاستقرار الأمني في مملكة البحرين والمنطقة وسبل تعزيز ذلك كما تم مناقشة التحديات الأمنية وبوأر الإرهاب في المنطقة وتكيد على همية معالجتها واستعراض التدخلات الإيرانية في الأمن الداخلي لمملكة البحرين والمنطقة من خلال أسالبها المكشوفة التي تستقل فيها الخلايا والمنظمات الطائفية المتطرفة وهو الأمر الذي كشفته المعلومات الاستقباراتية والفنية إضافة إلى نعم هذه الخلايا سواء ببدعمل إعلامي أو التدريب أو اللواء أو التومير والإمداد والذي أثبت من خلال ما تم ضبطه من مواد متفجرة بعيدة مستودعات أو ما تم إحباط تهريبه من مواد متفجرة أو ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات والاعترافات وقد استرد معالي الوزير الإجراءات العملية التي قامت بها وزارة الداخلية لتحديث الأجهزة الأمنية وتم بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات والعمل على تعزيز التعاون القائم في مجال التدريب بصورة عامة وتحديدا في مجال مكافحة التومير والإرهاب والأمن الإلكتروني وإدارة مسرح الجريمة والمختبر الجنائي وتعزيز التبادل المعلومات والخبرات كما تم الاتفاق على وضع ألية عمل لضمان استمرية التنسيق والتشاور لمواجهة الأنماط الجليدة من الجرائم المنظمة العابرة للحدود بأسليب مبتكرة وتقنية عالية مما يطلب توسيع إطار التعاون الدولي من خلال وضع التشريعات والتحالفات لمواجهة الجريمة ومرتكبها على المستوى الدولي كما تم الاتفاق على مناقشة تطوير مذكرة التفاهم والموقع عام 2007 بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين ووزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية بما يوكب المسجدات والتحديات الأمنية الرهنة والمستقبلية وإسهمه في فتح أطاق جديدة للتعاون وزيادة فعالية الأجهزة الأمنية المختلفة لمواجهة التحديات الأمنية هذا وقد أكد الجانبان خلال مختلف لقاءات على الحرص المشترك لتطوير وتعزيز العلاقة التاريخية بين البلدين لما فيه الخير والمصلحة المشتركة كما شاد المسؤولون الأمريكيون بالدعم والتسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين للولايات المتحدة وقد يلتقى معالي وزير الداخلية خلال الزيارة مع عدد بناء عضاء السلطة التشريعية وهم السيد بول رايان رئيس المجلس النوى بعضو الكونغرس السيد إيد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية وسيناتور جون ماكين رئيس لجنة الدفاع وسيناتور جيمس ريش رئيس لجنة الاقتصادية وسيناتور مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الوطنية حيث أكدوا شكرهم للدعم الذي تلقاهه الولايات المتحدة من مملكة البحرين وذلك من خلال استضافة قيادة الأسطول الخامس معبرين عن الاعتزاز بالعلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وعن الإشارة بالمواقف التاريخية لمملكة البحرين داعمة للولايات المتحدة في مختلف المجالات مع تأكيد على دعم مملكة البحرين في إجراءة مواجهة الخطر والأطمع الإيرانية والتي أصبحت بحاجة إلى مواجهة من خلال وسائل مختلفة ترجمة نانسي قنقر